اشتركوا في القناة هون كل هاي التفاصيل راح نحكي فيها مع ضيفنا لليوم الأستاذ ضيفنا منعم عثمان هو رئيس اتحاد عمال محافظة اللازقية أهلا وسهلا فيك في ساعة صباحك في ساعة صباحك خلينا نقول لك مبروك المهرجان سياحة العمالية الأول يعني خطوة كتير مهمة مثل ما عمشوفي عروضة مهمة وأيضا فيها يمكن هاي الطبقة اللي كانت إلى دور كتير كبير بالصمود أيضا بالأزمة المرتفية فيها سوريا اليوم عم يأكدوا على إرادة الحياة خلينا نحكي عن عمليات التأهيل والترميم اللي قمتوا فيها لا استعدادا لهذا المهرجان دائما صباحا خير صباحا خير لشعبنا الطيب صباحا خير لطبقتنا العاملي اللي دائما كانت بكفر عندي إرادة الصمود إرادة العمال إرادة الحياة برغم من كل الضغوطات والحرب القجرة اللي تعالت لأيلة سوريا صباحا خير لجيشنا الصامت صابت المنتصر دائما إن شاء الله صباحا خير لقائدنا القائد العظيم سيد الرئيس فتشار الأسد حماه الله طبعا نحن نحن بنعرف أسار الحرب شو عملت بكير من المناطق ونتيجة العمال الإرهابية في محافظات مكان بحلب وحتى بدمشق بحماه إجانا نحن عدد كبير من الوافدين للمشروب هذا الـ 2010-2012 تعرفوا طلبوا طلعوا نتيجة العمال الإرهابية طلعوا مناطقوا من ملدن وكان هيدا الموقع كان هو ملاز آمن لأهلنا فإجانا بالألف سكنوا بهيدا المشروب هذا الكلام أسر بشكل غير مباشر على إمكانية تعزر إجراء صيانات دورية سنوية لكن الحمد لله بعد ما صارت حققت وبعد عودت أهالينا إلى مدنهم وبلدانهم صار فيه تكليف لجني من جامعة بشري بدراس الموقع ووضع دراسات كافية لإعادة تأهيله وتطلقوا من جديد وفعلا صار فيه متابعة واهتمام كبير مترافيتنا بالاتحاد العام وعلى رأس الأستاذ جمال الخادر اللي كان عم يتابعنا يوم بيوم ولحظة بلحظة الخطوات اللي تم إنجازها تم تأهيل الموقع تم تأهيل المطاعم الكفترية كم تأهيل كله اللي ممكن الأماكن اللي ممكن تجذب السياحة الداخلية بهذه المنطقة نحن عنا الموقع ماشاء الله موقع من أجمل مواقع على الساحة السوريين كتو على شاطئ البحر الأبيض المتوسط يعني اللي بيشوف الشاطئ نظيف مع جنب غابي رأيات الجماعة فائقة الجماعة متوفر كل البناء التحتي والخدمات اللي بيحتاجها السايحة أو الزائحة المنطقة شي جميل شي جميل يعني كمان مثل ما حكيت حضرتك يمكن هاي المنطقة كان إلا دور مهم خلال فترة الحرب وحاليا نحنا خلينا نقول هيك عم نلمص بوادر التعافي بوادر الانتصار عم نرجع مرة تانية نقول السياحة ببلدنا هاي نرجع من أول وجديد للفرح والخير مبارح شفنا كيف الناس بإعداد كبيرة وطبقة العمال اللي المتواجدين طبعا عم بيصيفوا خلال الفترة وكانوا عم يحضروا المهرجان خلينا نقول شو رح يقدم لهم المهرجان من فعاليات ترفيهية أيضا خلال هاي الأيام لان احنا يمكن لو شبتي فرحة عمالنا اللي اشتغلوا اللي انتجوا واللي انجزوا هذا المشروع الحلو من تأهيل الطرق تأهيل الغابات تأهيل البناء التحتية من كهرباء مصرف صحي فكان فرحتنا كبيري كان فرحتنا كبيري باللقاء أخوتنا العمال من كافة محافظات سورية والفرح اللي كانت على وزوهن اللي كان دايما فيه أمر بوسيقى وكبيري بالنصر الأكيد فيه فرحة كبيرة انه منشآتنا عم ترجع للحياة من جديد فالمهرجان طبعا هو كان فيه ترشيم فرنقالي هاي أول مرة بيسر بإضافة لمجموعة من الفعاليات في سوق تسوق لمنتجات المرأة العاملة وهي كان فيه دعم لعز من صمود هاي المرأة اللي بتجد الظروف ومتجد الضعف المعيشة كان بحاجة لاني كان عندها وارض إضافة نحن يسرنا الأمر بحيث أنه نقدر نحن نأمن له تصريف لهذه المنتجات بأرباح معقولي كمان توصل لعاملنا اللي كمان هو بحاجة يأخذ بأسعار كمان مغبولة طب هاي المنتجات أو يمكن اللي عم تعمل للمرأة العاملة ممكن تضل طيلة المهرجان فقط ولا طيلة الصيف هلا نحن عمليا هي انطلاقها هلا إعلان افتقاعي عادة انطلاق حياة المشروف هلا فيه تفكير بالسنوات القادمية يصير فيه تقليد سنوي مهرجان سنوي طبعا على مادي حسب ما من لاك انه ممكن يعطي نتائج إيجابية ممكن يكون اسبوع ممكن عشرة ممكن يكون في الصيف كله فنحن ببذر يعني شي جميل جدا ان الكل يشاركي كل الحسئية يشعر بحاله انه المشروع لإله مشروع بيخصه مشروع بيرجع ليه بالفايدة فان كان عملنا اللي عم يجي يرتاح له اسبوع زمان بحاجة لانه يعيشوا لهذا الجو جو هادي جو مريح متوفر كل شي يحول منه لا اكيد يعني استاذ منعم قبل ما نختم لقائنا اليوم خلينا نحكي فكرة مهمة قد يمكن كمان قدم فرصة هذا المهرجان لمثل ما حكينا المعارض اللي كانت موجودة اللي هي من صنع العمال بمختلف المحافظات السورية وايضا محافظات اللازقية صحيح نحكينا نحن عم نساعد المرأة اللي عم تشتغل شغلات بصيفة يدوية منتجات حلوة وجميلة بتعبر عن تاريخنا عن ثقافتنا بالمحاصلين نعم عم نساعدها بإنشاء هيدا السوق حتى تقدر هي توصل هالمنتجات تعرف الناس فيها وكانت في نتائج كويسة شفتوا انتم كفي اقبال الهائل يعني كفي عشرات العلاف مبارح اللي زاروا المعرض وابدوا كل سعادي اللي يلي شافوه بعد هالسنين الحرب الطويل يلقص في عنا روح الحياة موجودة والاسرار والتصميم موجودة فكانت النتائج كتير حلوية مبارح في ذا في الفعاليات الثانية كان على مستوى السباحة صارت فيه مسابقات غسم صارت فيه ألعاب جيدو صارت فيه ألعاب قدقاء صارت فيه مجموعة من الفعاليات على هامش هذا المؤتمر كمان كان جميل وحلو كتيري نعم نعم أكيد يعني نحنا يمكن لمسنا مبارح استطاع المهرجان في السياحة العمالية الأول وفعلا كان في إقبال كتير كبير على الأقل الشرائح العمالية بستحق منقول هذا المهرجان لتصفيق منتجاتها وأيضا للترفيه وعلى السياحة الداخلية نتشكر كل جهودكم لإتمام هذا المهرجان إن شاء الله هيك هالمهرجان بدورات تانية يكون أفضل وأفضل وإلى إقبال أكثر شكراً لو وجودك معنا نعم وما أننا كانا تفاول لأنو المستقبل الأفضل كلنا إصرار وإرادي على أنو ترجع كل مشاريع نحنا أي مشروع بنعد طلقه من جديد ومكانا معمل أو حقل أو مشروع سياحي أو سماي هو بالنسبة لعلنا خبر سافر لكل عمالنا ولكل شعبنا إن شاء الله نشكر وجودك معنا يعطيكم العافية وأطلقنا مهرجان السيحة العمالية الأول بنسخته الأولى وإن شاء الله بالأعوام القادمة بيكون عم نلمس تطور أكتر وأكتر شكراً لك وكل عام أنتو خير